تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القبرصية الجديد يوانس كالوسيدس وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وخلال الاتصال قدم شكري التهنئة لنظيره القبرصية على توليه منصبة ومقدما إليه دعوة لزيارة القاهرة كما أرى بعن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات وتوافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة المتوسط كما تناول الاتصال تبادل الرؤى حول مقبل القضايا الإقليمية حيث عارض شكري الجهود المصرية في هذا الصدد